اعتقلت الشرطة الفرنسية صابيا يبلغ من العمر 15 عاما للاشتباه بتخطيطه تنفيذ هجوم وشيك بباريس في ثاني مخطط لتنفيذ اعتذاءات إرهابية تقول السلطات الفرنسية إنها أحبطته خلال الأيام الماطية اللي اعتقلوا يتزامنوا مع أعلان رئيس الوزراء مانويل فالس عن خضو 15 ألف شخص في البلاد لمراقبة الشرطة وأجهزة الاستغبارات لأنهم بصدد التحول لمتطرفين هناك 1350 شخصا يخضعون للتحقيقات على أرضنا بينهم 293 شخصا في السجن لصلاتهم المباشرة بجامعات إرهابية أنا أفهم وطأة هذه الأرقام هناك 15 ألف شخص في فرنسا يخضعون للمراقبة لأنهم في عملية التحول لمتطرفين وكانت السلطات الفرنسية أعلنت الخميس إحباط اعتداء إرهابي واعتقال خلية النسائية كانت تستعد لتنفيذه بعد عثورها على سيارة محملة باستوانات غاز وعبوات من الديزل قرب كاتدرائية نوت خدام أبدو بارية في هجوم كان يستهدف محطة للقطارات في العاصمة الفرنسية اشتركوا في القناة